بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير الاحلام والركعة الشرعية. اه النهاردة هنتكلم على رمز جديد او هنفسر مع بعض رمز جديد من الرموز اللي احنا بنشوفها في المنام. النهاردة هنفسر رمز سبغ الشعر. اه لما يشوف الشخص او اه الرائع يعني ان هم بيسبغ شعر. هنتكلم عنها بشكل عام. كمان هنتكلم عنها للرجل للمرأة. اه سواء متزوجة او اه عزباء. اه كمان هنتكلم عن الالوان. دلالات الالوان. هنفسر تقريبا اه كل الالوان الخاصة بالشعر. حتى الالوان الغريبة اللي احنا ممكن نشوف ان احنا سبغنا شعرنا نبيها. اه هنفسرها مع بعض. اولا اه رؤية تغيير لول الشعر في المنام اه بيرمز او بيدل على ان هيكون فيدى جديد في حياة الرأي. اه كمان هيكون في ممكن يكون في انتقال من مكان لمكان. ممكن يكون انتقال من عمل لعمل. ممكن يرمز كمان لترقية. اه كمان رؤية التغيير الشعر او سبغ الشعر في المنام برضو من الرموز اللي بيدل على مواد على سعادة واستقرار بين السوجين. اه كمان سبغ الشعر في المنام بيدل احيانا على زيادة ايمان. وعلى عمل صالح. وعلى اخلاق اه اخلاق حسنة ممكن يعني اه للرأي. كمان اه السبغ الالوان كمان او سبغ الشعر كمان في المنام بيرمز احيانا لتول عمر. اه لزيادة في العلم لنجاح في الحياة. كمان بيرمز احيانا الاستقرار وحب وموادة بين الافراد الاثر ايان. اه كمان الالوان اه ان الشخص يشوف انه بيسبغ شعره اه بالالوان اه بشكل عام اه اه وكمان هنفصل الالوان للعزباء اه وللمتزوجة وللرجل. اه الالوان بشكل عام لما الشخص يشوف ان مسلا سبغ شعره باللون ابيض. اه فده بيرمز اه للغنى اه وفي يعني لو 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 الشخص اللي هو سبغ شعره باللون الابيضة هو غني اساسا فالرموز بتختلف انه ممكن يرمز للفقر وقدرة الديون وزيء الحال وخسارة اموال. كمان الشعر الابيض بقى للفقير بيرمز لسداء عكس الغني خالص. فبيرمز لسداء ديون. تيسير حال. حصول على اموال. اه كمان اه سبغ الشعر في المنام بيدل على يعني بيدل على تغيير في حياة الرؤي زي ما قلنا وعلى نجاح وعلى تحقيق شيء هو بيتمنى. اه رؤية اه سبغ الشعر للعزباء لو شافت ان هي بتسبغ شعرها فدي من الرموز اللي اه اه بتدل على اه تغيير في حياة الفتاة. اه وكمان اه يعني بيتحدد كمان اكتر الالوان. فسبغ الشعر في المنام باللون الاصفر بيدل على مرض ان البنت دي هتمر بازمة صحية في حياتها. كمان بيدل على اه غيرة من الناس اللي حواليها. كمان بيدل على عين. او على اه حسد. اه السبغ الشعر بشكل عام للعزباء في في المنام. اه بيدل على اه قدوم سعادة ورزق. اه زيادة في الخير وزيادة ليها في اه زيادة بشكل عام في حياتهم. اه زي ما قلنا كمان انت قال من حال لحال او تغيير الحال. لو كانت البنت اه مهمومة او هذينة. فشافت ان هي غيرت لون شعرها. فدليل على ان في تغيير للحال. هتتغير من حال من الهموم لآآآ مرحلة اكتر سعادة. كمان البنت لما تشوف انها سبغ شعرها باللون الاصفر. فده من الرموز او من الدلائل اللي بتدل على ان البنت دي محيطة باصدقاء او اقارب او او بافراد يعني الناس دي حقودة جدا. آآ ومتربسين بيها. كمان بيرمس للغيرة آآ منها. فعليها آآ بالحزر. آآ استبغ الشعر في في المنام زي ما قلنا بشكل عام للعزباء. فهو ده بديل لحالها للافضل. وحدوث تغيرات تغيرات في حياتها. كمان اتخطي عقبات وصعوبات آآ في حياتها او كانت بالتواجهة. كمان سبغ الشعر بيدل على مناسبات سعيدة مفرحة لو كان سبغ شعرها لون حلو وظهر ان هو حلو كان عجبها. فبيدل على مناسبات سعيدة. على مناسبة هي هتحضرها سواء آآ مناسبة آآ آآ مثلا آآ زواجها او آآ ترقيتها او وظيفة جديدة آآ ليها. آآ آآ سبغ الشعر للرجل. ان يشوف الراجل ان هو بيسبغ شعره. فدي آآ بشكل عام في المنام. آآ دي من الرموز اللي بتدل على قدوم غير. وسعادة. واخبار آآ مفرحة صارة للرأي. طبعا بشرط ان يكون اللون آآ حلو واللون عاجب الرأي ما يكونش اللون آآ غير مناسب او مش عاجبه او في اي عيوب. آآ آآ تفسير السبغ الشعر باللون الاشقر للرجل فدي من الرموز آآ اللي بتدل على لو كان الشخص ده ملتزم دينيا وشاف ان هو سبغ شعره بالاشقر فدي بيرمز لي التخلص من الكرب والحزن والمشاكل. وقدوم خير وفرحة في حياة الرأي. كمان آآ يعني رؤية سبغ الشعر للرجل كمان بيدل احيانا على طغوط آآ آآ في حياته وعلى آآ قصرة التزاماته وعلى شعوره بالقلق والحيرة والتعرض لهموم واحزان. ده في حالة ان كان اللون غير مناسب او غير جميل. سبغ الشعر كمان في المنام بيدل على حقد آآ كمان من الناس المحوطين بي. آآ كمان آآ بيرمز سبغ الشعر اللي اللون الاسود في المنام للآآ آآ بيرمز لتغييرات ايجابية في حياة الرؤي. سواء آآ بترقية في العمل سواء آآ آآ بيلتزامه في العبادات سواء في تغيير في حياته الشخصية او العائلية. آآ آآ كمان سبغ الشعر آآ آآ في المنام باللون الاسود آآ بيدل على ان الشخص ده هيتعرض لضرر او لأذى آآ في حياته او آآ من قبل ناس متربصة آآ بي. آآ آآ اللون الفرق بين اللون الاصفر واللون الاشقر. اللون الاصفر اللي هو بيكون آآ يعني اصفر اصفر فائع قوي او اصفر غير اللون الاشقر. اللون الاصفر بيدل على ازمات. على ممكن ازمة ميلية. ممكن ازمة صحية. ممكن على حسد. اللون الاشقر بيدل على فرج وفرحة وزيادة آآ 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 سبغ الشعر بالنسبة للمرأة المتزوجة. يعني المرأة المتزوجة لما شوف ان هي آآ سبغة شعرها بشكل عام في المنام. آآ آآ يا ممكن تكون مش عارفة اللون بالضبط بسبب شكل عام في المنام. آآ بيرمز آآ لي آآ تبتيل حالها من حال لحال افضل. كل ما كان اللون افضل. كل ما كان اللون احسن. كل ما كان التغيير هيكون افضل. آآ كمان بيدل على ساعة في الرزق وزيادة في المال وفي الخير. آآ كمان آآ لو شافت ان هي سبغت شعرها باللون الاحمر. آآ اللون الاحمر في المنام للمتزوجة بيدل على حب وما على مودة. كمان بيدل على مناسبات سعيدة سارة آآ قادمة ان شاء الله للرأي. آآ كمان بيدل على اللون الاحمر في المنام بيدل على مودة بينها وبين آآ زوجها. آآ كمان احيانا بيدل على غضب آآ شديد آآ من ناس محيطين آآ بيها. آآ رأية سبغ الشعر باللون البني في في المنام فدي من الرموز اللي بتبشر باستقرار وسعادة وآآ حدوث مفاجآات آآ غير متوقع آآ للرأي في في المنام. آآ كمان سبغ الشعر زي ما قلنا باللون الاسود. فدي من الرموز اللي بتدل على مكانة على شخصية على التزام على سيرة حسنة وطيبة. كمان آآ احيانا آآ بيرمز آآ ليه طوبة وندم على تصرفات او على افعال سيئة كان آآ بيرتكبها الرأي. كمان احيانا بيرمز اللون الاشقر في المنام على زوال هموم وتخلص من عقبات ومشاكل وفرج بيمكن بعد عناق او بعد اديئة. آآ آآ سبغ الشعر كمان بال باللون الاسود في المنام بيدول احيانا على مواده وعلى سعادة واستقرار بين الزوجين. آآ آآ سبغ الشعر باللون الدهبي آآ بشكل عام زواء للرجل او للمرأة انها تشوف انها سبغ الشعرها او سبغ شعره آآ آآ باللون الدهبي فبيرمز الاخبار مفرحة ويساعة في المال ويساعة في الرزق وبمناسبات سعيدة وتحقيق امنية وسعادة ونجاح في حياة الرؤي سواء اللي شاف الرؤية دي آآ رجل او اللي شافها امرأة. آآ كمان احيانا بيرمز آآ سبغ الشعر باللون الاصفر لتعب ومتاعب وآآ وعناء وآآ حسد. آآ كمان سبغ الشعر باللون الاحمر بيرمز احيانا لعلاقة عاطفية. آآ هيدخل فيها الرأي. كمان على مودة وعلى حب لو كانت المرأة او الرجل آآ متزوج. آآ كمان بيدل بقى سبغ اللون بالالوان الغريبة اللي هي اللون البنفسجي. ان يشوف الشخص انه هو بيزبخ شعر باللون البنفسجي. فده من الالوان اللي بيدل على سعادة وعلى بهجة وعلى تجديد في حياة الرأي وعلى فرحة. آآ سبغ الشعر باللون البني بشكل عام في المنام فده بيدل على استقرار وامان آآ في آآ في العائلة او في حياته بشكل عام. كمان احيانا بيرمز لتحقيق رغبة او تحقيق امنية. آآ كمان سبغ الشعر باللون البني بيدل على زيادة في العلم وعلى ثقافة وعلى تولي منصب. وعلى قصرة الاموال. آآ كمان احيانا سبغ الشعر باللون الاصمر آآ او الازويد فبيدل على آآ رازانة على تفكير آآ سليم على مودة على حب بين الزجين. وايضا آآ بيدل على خلافات. وعلى عداوة. وعلى احيانا على حزن. آآ سبغ الشعر باللون الابيض. لما يشوف الشخص انه هو سبغ شعره باللون الابيض. والشخص ده في الواقع هو غني او متاجر يعني عنده اموال. فرؤية سبغ الشعر باللون الابيض الحقيقة غير مستحب. للرجل الغني. فبيدل على فقر. على قصر الديون. على ديئة. على خسارة في المال. سبغ الشعر باللون الابيض للفقير. يعني لو الشخص فقير مش غني. فآآ من الرموز اللي بتدل على العكس بقى. انه في سداد للديون. على تيثير الحال. على حصول على اموال. وهنا آآ يعني بيوضح برضو ان لازم الواحد يعرف او المفسر يعرف الحالة الشخصية للرأي. فبيختلف من فقير لغني من مهموم او من مريض روحي او مريض عضوي. آآ كمان برضو من عزباء لمتزوجة لرجل رجل اعزب لرجل غير اعزب. فالتفسيرات بتختلف. والرموز بتختلف. آآ سبغ الشعر للفتاة بشكل عام في المنام. فزي ما قلنا بيدل على تحديث حدوث تغيير في حياة البنت وسعادة ونجاح. وتحقيق شيء هي بتتمنى او بتسعى لي. آآ ده كده تفسير اهم من الرموز الخاصة بتغيير لون الشعر. وفصرنا كمان الالوان بشكل عام. آآ كل الالوان. اللون الواحد بيبقى ليه اكتر من آآ تفسير. آآ بشكركم جدا. ولو في اي سفسار او سؤال اكتبوا لي تحت وانا ارودت عليكم. آآ بشكركم جدا. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.